كي يبدأ الفيلم في عام 1944 فشكنت الحرب العالمية الثانية وهناك نرى طيارة أمريكانية طاحت فوق واحدة الجزيرة في المحيط الهادي الطيار قدر يخرج منها قبل ما تفرقع وفي ذلك الوقت طاحت طيارة يابانية في نفس الجزيرة وحتى الطيار ديالها اخرج منها قبل ما تفرقع وهنا اطلقوا الجنود بجوج الأمريكاني تبع الياباني بسلح كي يتيري فيه ولكن لم يجد فيه حتى قرطاصة بقى تابعوه توصل للحفة الجبل وتما سلاله القرطاص الياباني خرجت السيف وبدأوا يضربه وتمات زعزعت بهم الأرض من تحت هذا الجبل وخرجت لهم يدعي ملاقبه كثيرا ذهزوا العوامات ووصل عام 1973 واحد جوجة العلماء اسمه بروكسوبيل قرروا يمشي عند البرلماني ويلز ويأخذوا منه الموافقة لكي يستكشفوا جزيرة مهجورة واسمتها جزيرة الجمجومة هذه الجزيرة التي لم يصل لها حتى الدابة ولم يكن لا يعطي لها شيء معلومة وهي تشبه للقصة المثلات بيرمودا حيث الكثير من الطيارات يدعوا فوقها وغبره وهذا الشيء عليهم يحتاجون أن يعرفون السررها البرلماني ويلز مدى في هذا الشيء وندخل من بيرو تبعوه كي يرغبوه وقالوا له بالراشع علماء يابانيين سيكون لها حتى هما ويقدروا يوصلوا لها في 4 أيام وخاصة نحن نسبقهم بشي تنسب الميريكا للاكتشاف ديالها هكا قدروا يقنعوه فقال ليهم صافي سيكون لكم الرحلة ونصفت معكم مجموعة من الجيش لكي تكونوا في آمان وقالوا على العقيد باقارد لكي يأتي مع الجيش له لهذه الرحلة باقارد لم يعجبوه الحال حيث هذا الوقت سيأخذ فيه عطلة ودابان تطر يمشي معهم فهذه الليلة العلماء بروكسوبيل يتلاقوا بضابط متقاعد من الجيش وسميته جيمس لكي يمشي معهم ويعطيوه الكثير للفلوس في المقابل جيمس قال لهم لا سنتحرك معكم حتى نأخذ 5 مرات والمبلغ الذي قلت لي زائد أن نأخذ مكافأة أخرى إلى خرجنا من تمحيين وهكذا داروا اتفاق من بعد جاءت المصورة اسمتها ويفر لكي تمشي مع الفريق لهذه الرحلة وتكون هي المصورة لهم في النهر الثاني جمعوا في المهمة والرحلة جمعوا في السفينة التي تمشي والجنود التي تختاروا لهذه الرحلة كلهم أعجبهم ما الحال حتى تزدتهم خدمه صافي فالفريق كان معهم فيكتور وهو باحث وجي من ناسا جمعوا مع بعديتهم يتناقشوا وتم قال لهم فيكتور بالله هذه الجزيرة كان السفون تجنب الدوز من حداها ودعما يرصد بعض العواصف جهتها في الفوصل ولكن العقيد باقرد عنده طيارات مجهدين ويتحملوا هذه العواصف مثل الذين سترأسها علماء كبار اللي هم بروكسوبيل ومعهم علي مسمية هسان يعني الأمور من ضبوطة ومعندهم ليس منه يخافوا فقد دخلت السفينة للبحر وقربوا للجزيرة شاهدوا عصيفة كبيرة من البعيد فيكتور قال لهم دعونا نأجلوا دخول نهار آخر حتى تهدر العصيفة ولكن بيل كان مقرر يدخلوا اليوم والعقيد باقرد أعطى الأمر للجنود كي يدخلوا بطياراته في العصيفة وفعلا كل شيء وجد راسه وطلعوا كاملين مفرقين في الطيارات ودخلوا بسطة العصيفة وأخه كانت قوية بزافة والطيارات كانت زعزع ولكن في الأخير كانوا من العصيفة ودخلوا للجزيرة من يدخلوا لقوها كلها مناظر طبيعية وخضورة وكانت زوينة ونقية أرموا القنابل في الأرض لكي يعبروا الأرض شدة في راسها من بعد لقوا بلاسة خاوية ونزلوا فيها ولكن واحد طيارة كانت مازالة طايرة تم شجرة عملاقة طاحت وجدت في الطيارة فطيحتها ودمرتها كاملة وكانت طيارة أخرى في السمحة هي شفت نوقع وهنا أخرج لهم غوريلا عملاق بزاف يقدر يكون أكبر من أعلى جبل في هذه الجزيرة هذا الغوريلا اسمي تو كونغ من يخرج ودرب الطيارة بيده في طاحت وهنا طلعوا الطيارة الأخرين كتيروا فيه ولكن حتى حاجة ما أثرت فيه حتى يقدر يطيحهم غير بسبعة واحد جاء يدرب واحد طيارة وتجرح فيه بالفرفرة ولكن الطيارة طاحت في الأرض هنا العاقد باقارت شفت كل شيء الذي يوقع وحيث كان بعيد منه ما قاسوش عيط على الطيارة الفريق الدعم لتنمشي لهم ولكن حتى هما لم يفلتوا من كونغ وستمع لهم برجله وقتلهم كاملين ورجع دازل الطيارة التي كانوا مازالين حده وضمرهم كاملين وحتى الطيارة العاقد ضربها طيحة ولكن من ظهروا وخرج منها سالم أما كونغ من يضمرهم كاملين وليس في حاله فهذا الوقت الفريق الذي كان مع جيمس كانوا نازلين حدى النهر ودعبه خاصهم يمشي وجهة الشمال لكي يصلوا لبلسة الإمدادات في شمال الجزيرة حيث هي الطريقة الوحيدة لكي يعتقوا بما أن طياراتهم كاملين تضمروا من جهة أخرى العاقد باقارد عيط باللسل كي يسهل في جنود وماذا لا يزال فيهم شيء حد عيش جاوبوا واحد اسميته جاك وقالوا أنا اللي بقيت عيش من صحابي وتمات تقطع الخط ولم يكملوا الهضرة من بعد العاقيد يكمل في التقلاب حتى تلقى جنود أخرين مازالين عايشين وهنا العاقيد تلقى حتى العليم بيل قال سحداه وخرج الفردي لجهته وقال له وقالوا الحقيقة أنتم معلجتوا لهذه الجزيرة وقالوا من عشرين عام هادي كنت في باطو أنا وعائلتي وتزنى من هذه الجزيرة وتماه جمع لنا الحيوانات العملة قبحاً الذي رأيته اليوم وعائلته كلهم ماتوا وابقى غير هو الذي عايش فلنشكلها للناس حتى حد مطيقه والحكومة أعلنت أن هذا الباطو غير غرق والناس الذين كانت فيه ما تتغارقه ويثبت لهم ما هدرته در هذه الخطة وخلل البرلمان يوافق على الرحلة لكي يأتي الجنود وناس كثيرة وهكذا سيصوروا يطقوا هذه الحيوانات ويجعلهم يرميوا القنابل لكي يخرجوا ويشوفوه العاقيد باقارت عصب عليه كثيراً حيث بسبب سببته فيه ماتوا كثيراً للناس ولكن لا يريد أن يقتلوا ويجعله مراهام شعند الجنوده شدوا الطريق للغرب لكي يأتي الجنود الذي ما زالوا واحد تمه أما جيمس وفارقه ما زالوا غاديين ويحاولوا يتواصلوا مع شيء في اللاسلك ولكن لا يجاوبهم أحد ومنهم وصلوا إلى البحيرة رأيته كثيراً كبيراً حتى يحجموه لم يكن عادي خافوا منه وكانوا يتواصلوا فيه ولكن جيمس أحبهم حيث لا يدر حركة وكان هادئ وكان غير يشوفهم ومشى فكملوا مراهة طريقهم من جهة أخرى وقردوا الجنوده ووصلوا إلى وسط الغابة ثم يجعلوا جندي داخل من غصن الشجرة كبيراً كثيراً من فمه فشزوا راسهم القواعين كبوت كبيراً وهذه الرجلية التي دخلها في الجندي لم يعدها للشجرة حتى هم أخافوا وبدأوا كثيراً فيها وهي هزة واحد منهم والأخرين بدأوا يقطعوا لها في الرجلية لتلقوا وبقوا كثيراً فيها حتى قتلوها وكملوا طريقهم وقعوا كلهم تحطموا نفسياً حيث يرى أصحابهم ماتوا قدامهم أما جيمس وليم أبقوا غادياً حتى وصلوا إلى واحد البلاسة فيها معبد مبني بغوا يدخلوا لها ويشوفوها ولكن خرجوا ليهم نسم قبيلة بيدائية وهزين معهم الرمح وضاروا بهم وتم خرج من وسطهم هذا الجندي المريكاني الذي كان طاحت طيارته في الحرب العالمية الثانية خرج ووقف هذه القبيلة وتعرف على جيمس وقال له أنا اسمي تي هانك وطاحت طيارتي في هذه الجزيرة في الحرب وبقى عايش هنا مع هذه القبيلة 29 عام وعود لهم قصة الغوريلا كونغ الذي خرج لهم هو قال لهم باللي القبيلة كتبغي بزاف هذه الغوريلا حيث من سنين قديمة هذه القبيلة كانوا يهجموا لهم الحيوانات العملاقة ولكن باين وماين كونغ كانوا صفهم وذيما يحميهم ويدفعوا عليهم من الحيوانات والقبيلة عاش تبغي خير بسببهم ولكن النهار ماتوا بجوج بقى غير ولدهم كونغ وكمل على الخدمة دوالي ديه وبقى حامل قبيلة احتهوه والله هو الملك ديال الجزيرة ولكن من ينجوا هاد الناس للرحلة ورموا القنابل فيقوا بزاف ديال الحيوانات العملاقة والفيق ديالهم خطر على ناس القبيلة هاد شي يعلج لهم كونغ بش يدافع عليهم ويخلصوا ويسلموا كثير من هذه الحيوانات التي خرجوا دابا ولمشكل كين حيوان واحد هو أقوى واحد فيهم وهو الذي قتل وليدين كونغ ومن ثمه هو ناعس ويبقى حتى فاق حيث مال كبير لا يستطيع عليه كونغ ويموت حتى هو على يده كيف مماتوا وليده وثم القبيلة سيتموت حتى هي حيث لا يوجد ما يدافع عليهم ومن الظهر هذا الحيوان لا فاق وما زال ناعس يداب عند هذا الجندي جاك وصل البحيرة وبدأ يغسل ويشرب ثم لا يرى كونغ يأتي فمشى تخبع عمور حجرة لكي لا يرى جاء كونغ للبحيرة وغسل الدربة التي يده بسبب الطيارة بدأ يشرب في الماء وهنا أخرج له أخت البطعي ملاق من البحيرة وهجم عليه ولكن يبقى كونغ مقاتل معه حتى قطع عليه رأسه وكلاله يده ومشى من البحيرة نرجع إلى جيمس الذي قال لهانغ الذي يريد أن يمشي إلى الشمال لكي يوصلوا إلى الإمدادات ويقدروا يخرجوا من الجزيرة هانغ قالوا لهم أنا أحافظ الجزيرة جيدا وتقدروا تتمشى وثلاثة أيام لكي تصلوا وقال لهم أن يكونوا متأكدين لماذا تجدوا هذا الطريق كلها لا ستعيشون بسبب عدد الحيوانات العملاقة التي ستجدون فيها المهم من بعد أن يده ورهم البطل الذي كان يصاب فيه بالبيس للطيارة التي كانوا يطاح بهم ولكن من النهار متى هذا الجندي الياباني على حيوان عملاق لا يستطيع أن يكمل المصورة ويفر كانت تصور في الناس قبيلة ثم سمعت صوت تبعاته وهي تلقى بقرة عملاقة وطيحة عليها طيارة وكانت تحصى بالحريق حيث لم تقدر تخرج من تحتها ويفر بقيت فيها ومشيتك تحاول تزد الطيارة من فوقها ولكن لم تقدر تحركها وهنا جاء كونغ تزد الطيارة من فوق البقرة ومشى من جهة أخرى كان باقارد ستترك مع جنوده وتمشف أثر دم في الجبل من يد كونغ وقال لهم باقي عندنا آمل مقتلوه حيث سيكون مازال مجروح المهم أن يطعو ثاني علاجك يطمن عليه وكان جاك قلس فوق حجرة تمات حركات به ومن النظم منها طلعت حيوان عملاق كان قلس يشبه للحجر جاك بقى يتري فيه والحيوان مدر حركة ومراخل له ومشى قليلا خرج حيوان مفترس آخر وكله مرمدز 24 ساعة في هذه الجزيرة جيمس و هانك خدموا على هذا الباطل وقدروا يخدموه وغادي يمشي به الجهة الشمال من ينشطوا الطريق اللاسلكي لهم خدم وهضروا بهم مع باقارد وطلبوا منه يتري بفلامبس لكي يعرفونه فين كائن هو تيرا وقدروا يعرفه بلاسته ولكن جاءوا طيور عملاقه زوفيكتور من اللباط وطاروا به ومسكين قطعوه طراف في القطاكة خلع وكل شيء كان يشوفوا مقادرين يديروا والو كملوا على طريقهم حتى تجمعوا الفراق بجوج ثم باقارد قال ليهم نحن نريد أن نكمل الغرب لكي نجلبوا الجنديجاك هانك اعترضوا ولم يريد أن يمشي حيث الغرب كان فيه السحالة المفتريسة والذي تحق دماغة تاكله ولكن باقارد كان مصر يمشي فاضطروا يكملوا معه بقوا غاديين حتى وصلوا للغرب ثم دازوا على الهياكل العظمية الوليدين كونغ ولقوا مقبرة كلها هياكل الحيوانات ونسميتين من شحال هادي وكان خارج منها غاز الكبرية وخاصهم يدوزوا منها لكي يقطعوا الطريق من ان دازوا واحد من اللجونه درمى حجرة في الارض اللي كانوا فيها غازات كتشعل فوقعت تفرقية صغيرة هذه تفرقية جابت لهم سحلية كبيرة من ان شافوها كل واحد فيهم وفي ان تخبع منها وتم شافوها حتى تقياد طرف ذلك الشي اللي عاد كلات وطح معهم حتى الجوجوما ديالجاك والسنسلة دياله جات حدا جيمس فخداها من بعد السحلية ملقى تحده ومشات خرجوا بلايصوم وبيل بدأ يصور في المقبرة ولكن الكاميرا خسرت له وبقى كي يشعلوا ويطفى الفلاش ديالها تم السحلية شافت الفلاش ورجعت لهم واجهت من موربيل وكلاتو ورجعت غبرات هنا الفريق بقى وتماته بتنكيت انه ترجع لكي يقتلوها وفشا رجعت ومشى لها هانغ وضربها بالسف في رجليها ولكن هربت منه ولقى الجندي قدامها كلاتو ومراهات تبعث المصورة ويفر ولكن دخلت في بلصة مضيقة على السحلية هنا العاقيد قال الجندي لكي يتيري فيها بسلاح العافية ويحرقها ولكن هي ضربته بالدل دياله واتلاح طح منه السلاح واجه في الأرض وشعلات العافية وهنا جاءوا هذه الطيور المفتارسة يجمع لهم حتى هما جيمس اخذ السيف ديال هانغ ودخل وسط الغازك يقتل في الطيور وامور هذه الحرب مع الطيور السحلية قدروا يهربوا في التالي من المقبرة فاذا خرجوا؟ العاقيد قال لهم بالذي خاصهم يزربوا ويوصلوا للشمال ويأخذوا السلاح لكي يقتلوا كونغ ولكن جيمس لم يخلقه وقال له كونغ مسالم ليس مفتارس وهجم على الطيارات ديالنا حيث يقنى الحيوانات المفتارسة ولكن باقارد لا يريد أن يسمع ليه ويقتله هانغ تأصب منه ويجبت السيف دياله ولكن العاقيد ضربوا وطيحوا في الأرض دخل جيمس وبرد القضية وقال له صافي سير انت والجنود ديالك الشمال وانا واللي معي سنقلبوا على الباطو ديالنا ومورها الفيرق بجوج تفرقه فاشتح الليل باقارد والجنود بدأوا يقضلوا في الفخاخ الكونغ وجيمس وويفر طلعوا فق واحد الجبل لكي يرى الباطو فيه وهنا وقف عليهم كونغ وهم خافوا منه ولكن منين قربت منه ويفر وقصته بيدا وهو بقى ثابت ومدر حتى حركة وهنا باقارد بدأ يرمي في القنابل في البلاسة حتى يأتي بكونغ وفعلا كونغ مشجهة الصوت جيمس وليمعه عرفوا بالله هذا فخ فمشوا يجريوا عند العاقيد وطلبوا يوقف هذا الشيء الذي يدير ولكن فاش وصل كونغ للبحيرة العاقيد درمى موت تشعل وشعلات العافية في الموت حتى تحرق في كونغ وهو بدأ يقاوم حتى طحف الأرض العاقيد دخل الجنود يدوروا به القنابل لفرقعه ويموت وعلى غفلة خرجت سحلية كبيرة بثاف هذه المرة وهذه هي السحلية التي قتلت وليدين كونغ هنا كل شيء يهرب من غير العاقيد الذي يبقى لفرق على القنابل في كونغ ولكن فقله كونغ وشده يدير قتله ومن بعد ناضه بدأ يتضرب مع السحلية وحيث كان مضرب ضغياء غلبته وطيحاته مراهج جيمس وليمعه هربوا لفريق لإمدادته ويطلب المساعدة ولكن الطريق كان طويلة ولم يستطيع وصلوا جيمس قال لويفر طلع للحافة للجبل والضرب في لاما لكي يرى الفريق لإمداد ويعرفوا بلاستهم وهي مشهت في نقلها وهنا وصلت عليهم السحلية قبل أن يمشيوا الاخرين جندي منهم قرر يضحي بحياته لكي يهربوا لكي نطلقنا باللي عنده كاملين وفتحهم وتسنى السحلية حتى تقرب عنده لكي يتفرقع هو وياها ولكن هي ضربته بالدل ديالها ورمته بعيد وتفرقع بلمت أداهية وهنا خرج لها كونغ من لور وضربها في رأسها ولكن موقع لها والو وضربته وركبته وطيحاته وهو شدت لها في أمه وكان يريد أن يقسمها على جوج ولكن هربت منه أرجع شدت شجرة وضربها بيها وهنا تلحت عليه طيحاته فوق واحدة السفينة قديمة وتشدوا له يدهم على سنسل دياله وتربط ودابه وليس سهل لكي يموت على يدها ولكن جاء بروكس بالباطل الذي كان فيه مدفعه وبقى كثير عليها السحلية خلت كونغ وقصدات بروكس وويفر خذت سلح الفلام وضربته في السماء وهنا كونغ تحرم السنسل الذين كانوا شدينه من غير واحدة كانت تقيلة ومربوطة بالفرفارة السفينة هزاب كل قوته ورمها على السحلية طيحة لأرض ورجع هزاب ورمها على الجبل الذي كانت وقفه فيه ويفر الجبل تهرس وطاحت ويفر في البحيرة التي كانت غرقة كونغ مسكين بقيت فيه البنت فخلت السحلية ومشخشها في البحيرة وخرجها وهنا رجعت لي السحلية لوته الدو بالسنة ولكن شد لها السنة لواهجا رح تقطع لها من جدر وفي هذه اللحظة السحلية ماتت وهكا انتقم العائلته وعتق الفارق من الموت ومنين شاف الأمور والات بيخير خلهم تمومشى هذو اللي بقوا عايشين قرروا باش يمشيوا وما يقولوا لحتحد على هذه الجزيرة حيث الحكومة العرفات سيجوا ويضمروها وهو ما قرروا هذا الشي حيث بغوا الحيوانات اللي هنا وحتى الناس ديال هذوك القبيلة يعيشوا في سلام بلا تدخل ديال البشر لكي ادي كل شيء من بعد مشاول فارق الإمدادات والقوة الطيارة سكتتنوهم تموت دوهم وهنا تسال الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلاو وانتلاقوا في الفيديو الجاي